الحقيقة الأغنية ممكن تكون عابرة طبعا عبر الثقافات وممكن أنها ما تكونش عابرة حسب مستواها وارتباطها بعمق أصالة المكان اللي نبعت منه فممكن أنها تكون عابرة إذا كانت ليست على المستوى الفني لأن هناك أغنية فنية وأغنية غير فنية يعني أغنية إقاعية مجرد أنها إقاعية منلاحظ أن أكثر الأغاني اللي بتنجح عالميا وهي ليست بكثيرة العدد منلاحظ أنها بتعتمد على الإقاع أساسا الإقاع بيكون يتفاعل مع العصر برضو اللي منعيش فيه في أغاني كثير من الأغاني القديمة يكون إقاعها أبطأ من الإقاع اللي موجود هلأ في أغاني العصر اللي احنا منعيش فيه هناك عناصر يجب أن تتوفر بغض النظر عن مستوى هذه العناصر يعني ممكن أنه نعمل أغنية تنتشر عالميا هناك عناصر لهذا ممكن تكون عناصر تجارية ممكن تكون عناصر إعلامية ممكن تكون عناصر اللي بتتوفر في المؤدي نفسه في المطرب نفسه واللحن طبعاً عليه أهمية نعم والإقاع الإقاع أهم شيء لأنه أكثر الأغاني بتنجح إقاعياً بعدين إذا الإقاع هذا وضع معه اللحن المناسب لهذا الإقاع وحتحسي أن الناس في كل مكان ممكن أن يتفاعلوا معه بغض النظر أنه مرتبط معهم ثقافياً وأصالة وحضارياً أم لا وحضارياً أم لا فممكن أن نلاقي كثير من الأغاني على مستوى الانتشار فتنتشر وهذه ليست عالمية لا أعتقد أنها عالمية يعني ليس كل مشهور جديد بالشهرة قد تأخذ هذه السفة ولكن ليس بالضرورة ليست بالضرورة أن تكون عالمية يعني مثلاً أغنية مكرينة اللي بدأتوا فيها الحلقة أغنية قديمة ليست جديدة ولكنها أكيد فيها شيء من الأصالة بغض النظر عن موضوعها اللي إحنا ما بنعرفهش لأنه ما بنعرفش اللغة الإسبانية هون رغم أنه عنصر مهم من العناصر أن تكون اللغة مفهومة لكن في هذه الحالة ليست ضرورية بدليل أن الأغنية نجحت